سنة سعيدة عليكم كل سنة وكل يوم وكل اتنين وحضركم طيبين ودايما انا في قدمة ساعتي بوجودي معاكم كل يوم اتنين لايف مع روحايم بصوا في موضوع كده دايما يعني عارف رخيم عارف لما واحد يجي متأخر عن شغله او حد يكون شغال معاك ويجي تأخر عن موعيد الشغل فيقولك بص يا باشا ما تقلقش انا حخلص لك كل الشغل فقال لوقات ممكن الشتة السنة لتأخر فقرر انه يخلص كل الشغل فقال لوقات ممكن بنلاقي احنا فجأة كده انا وانا صغير والاقدي في السن ناس العاجزة لزي يعني يفتكروا ان احنا كنا بنروح المدرسة شهر تسعة وحنا لابسين بلوفرات ولابسين تقيل عشان خاطر الجو الصبح كان بيبقى برد وبعدها بيضوب مفيش اسبوع لازل تبقى لابس تقيل غصب عنك عشان الجو دايما برد لا تغيرت المناخ في الكرة الارضية تغيرت لكن الشتة فعلا جاء متأخر وقرر يخلص الواجب اللي عليه احنا في اكتوبر درجة الحرر تقريبا عشرة لكن it feels like خمسة تقريبا شهرك الحقيقي بيها خمسة وفي الفجر الموضوع بيوصل كمان بفروض خمسة في القاهرة لكن لا الناس اللي في اكتوبر هيوصلوا كمان اقل من خمسة درجة مقوية طيب برد يعني اكل واكل يعني برد والتلاجة بتفضى والمشكلة ان انت بردان لكن عندك استعداد تفتح التلاجة وتاكل اللي فيها هو سائع مفيش مشكلة طيب ما هاكل انا تمام فيه ارتباط لصيق وهو على الفكرة ارتباط فعلا مش غلط انك بردان يبقى تاكل ايه الفكرة الاكل ده هو مصدر الطاقة هو مصدر الصعورك الحرية اللي جسمك عاوزها هو الحطب اللي هيوش على النار اللي هتخليك دفيان هي فعلا كده على فكرة هي فعليان كده طيب هانا لازم ااكل وبوز الرجيم وارجع اتبهدل وارجع اروح للدكتور روحي مدفع قد كده كشف قد كده كمتبعة عشان نخس اطلاقا فيش واحد مفاتيح كده ازاي تاكل وبتتخنش وازاي تاكل اكل خاص بالشتة ومتتخنش النهاردة جايين نتكلم عن مفاتيح دي والنهاردة جايين نتكلم عن الاكلات اللي تنفع في الجو ده تديك تدفئة وكمان تديك سعارات حرية اقل ما يمكن وازاي نوصل بسعارات حرية بتاعتنا ايه لا اقل ما يمكن لكن عشان وزننا ما يزيتش ازاي ناكل وندفع وازننا ما يزيتش جاي حلقة النهاردة جاي بيجوزك من قفاة عشان نسمع جب منك عشان مطلوبلكيش بيطلبش محشي والرجل في الفيديو كان ايه الاكلات تانية تمام يلا بنا نبدأ طبعا تيجي كلمة شتة يجي جنب بنا حمص شام وعامتا احنا المصريين بنكسر دايما للمنطق حمص الشاب بنشاوه في اي وقت وكل وقت هو فعلا يستحق ان هو يتشرب في اي وقت وفي كل وقت تمام معانا حمص الشام صورة حمص الشام اهي كوباة مغرية وانا بعت النهاردة للأستاذ براء المعدة صورة حمص الشام رجل قال لي كوباة دي الوحدة كافية كوباة دي مغرية طيب حمص الشام الحاجات الممتازة جدا معانا لان 100 جرام حمص ايه بتكمع الحمص نفسه بيساوي تقريبا 164 سعر حراري 164 سعر حراري انت عارف ان انت لما تيجي تحط 3-4 معالق كبار انت حطيت تقريبا حوالي 20 جرام حمص بس يعني تقريبا 35 سعر حراري اقرب لك 35 سعر حراري اقل من معلقتين سكر ابيض يبقى كوب حمص الشامل قدام منك ده في سعرات حرية اقل من كوباتين اقل من معلقتين سكر ابيض انت متخيل طيب يا ترى على كده لي قيمة غزائية ولا هنبقى اخذناك كده من قيمة غزائية قيمة غزائية عالية جدا انا كدكتور دايت كديتيشن مهم عندي اديك الياف مهم عندي اديك بروتين مهم عندي اديك فيتامينز في حاجة سعراتها قليلة كده عملنا توليفة ما حصلتش الكوب ده فيه كل القصة دي كلها الكوب ده عندنا فيه نسبة بروتينة عالية نسبة الياف عالية فيه بتاسم وفيه ماجنسيوم اللي هي عناصر مهمة جدا لكفاءة الجهاز العصبي والجهاز العطلي يعني الكوب ده رائع مشكلته الوحيدة في القولون الناس اللي عندك قولون عمدين مشكلتين اتشرت الحمص نفسها اي حاجة لها اتشرت بتبقى صعبة شوية في الهضم وشوية بتهلك القولون والاسف احنا شعب اغلبه قولون وتعبام ولده في طبعا المية بتاعته رغم انها رائعة في التخسيس لكنها شوية لاصحاب المعدة الضعيفة واللي عندهم ارتجاع في المريء او قرحة في المعدة بتبقى شوية مش مستحبة ومقوزية لكن حمص الشام من الحاجات الرائعة في الشتاء هناخدها ازاي؟ طبورة ع رزقك النهاردة هقولك الدايت اللي حينهي معاك موضوع البرد طيب تاني حاجة عندنا بقى التاني حاجة عندنا من الحاجات الجميلة اللي دايما فعلا مرتبطة بالشتاء هو فعلا اكلة شوية بحتة بطبيعة الموسم بتاعه وموسم بتاعه شويتوي الكستناء اللي بالبلد يحنا نعرفه باسم ابو فروة الكستناء هو ابو فروة من الحاجات اللي سعراتها الحرارية مش قليلة لكن تعال لاتكلم في مصادر بتتكلم من الميت جرام من الكستناء او من ابو فروة فيها تقريبا 130 سعر حراري وبعض المصادر بتتكلم على 230 الفكرة الفكرة انت هتاكلوا ازاي؟ بعض الدول بتاكلوا مسلوق بعض الدول بتاكلوا على البخار بعض الدول بتاكلوا محمص الحاجة المحمصة يا جماعة مع الاسف الحاجة المحمصة كستناء موجود معنا او ابو فروة الحاجة المحمصة سعراتها الحرارية بتزيد وقيمتها الغذائية بتقلم على الأسف فهو أحسن أكل ليه بيبقى يقيم مسلوق يقيم مع البخار زي حاضركم بتعمله كده حمام بخار بيبقى من أفضل الحاجات كده سعراته الحرارية بتبقى أقل شوية لكن قيمتها الغذائية عالية جدا 100 أو 3 سعر حراري في 100 جرام لو هو على البخار على الفكرة ده رقم مش قليل لكن لو تعرف إن 100 سعر حراري دول 100 جرام دول يساوي تقريبا 10 حبات أنا حسمح لك مش أنا روحين يعني كالكتورة الغذائية حسمح لك من ثلاثة لخمسة وفضل ثلاثة إيه الفكرة تبقى عدت عليه هو بيتاكل طعمه كويس هناخد واحدة ونصبر خمزة ناخد التانية ونصبر خمزة ناخد التالتة أكلته في نطاق ربع ساعة أرضت غرورك إنك أكلته في نفس الوقت استفدت منه طيب يا ترى قيمتها الغذائية عالية قيمتها الغذائية كويسة نسبة الدهون في التالتة في التالتة تقريبا أقل من جرام ده شيء مش وحش طيب يا ترى فيه 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 أملاح فيه معادل مهمة فيه عمدنا بوتاسيوم بنسبة عالية والبوتاسيوم عنصر مهم مهم جدا بوتاسيوم المنقص في جسمك بتجد إرهاق شيدية جدا في عضلاتك عشان كده أبو فرهم الحاجات الكويسة لكن زي ما قلتلك لو أكلنا كمية كبيرة هبتكلم على الميت جرام يسوي تقريبا تقريبا من 8 إلى 10 حبات هنقول في متوسط 10 حبات لو أنت عامله على البخار من 130 إلى 150 سعر حراري لو أنت محمصه هيسوى معانا تقريبا 240 سعر حراري فياريت ناخده على البخار من ضمن الحاجات اللي ممكن تبقى كويسة معانا في أكل الشتاء تالت حاجة بالنسبة لنا البروكلي طب اتكلمنا على حاجة زي ما اتكلمنا ازي حاجة تبقى فيها فيديتها عالية جدا سعارتها قليلة جدا البروكلي من الحاجات انت متخيل للميت جرام فيهم تقريبا 4 إلى 35 سعر حراري أشرح لك الموضوع يعني الربع كيلو بروكلي أقل من نص رغيف عيش انت مش ممكن تاكل ربع كيلو لوحدك طب على كده هو غير كده مفيد هو مفيد فوق ما تتخيل ظهرة جميلة فعلا ظهرة جميلة هو الجزء الفيه ده مزهرة على فكرة تمام ظهرة جميلة ونبات اكتر من رائعة طب يا ترى احنا الربع كيلو ده ممكن يكفينا يعني وناكل كويس لأ انا عاوز اقولك يا سيدي ما تاكلش ربع كيلو انت لو كلت كيلو كامل من البروكلي مش هيوصل معاك 500 سعر حراري انت بتتكلم في حاجة حاجة فوق الممتاز بوصل معاك تقريبا 350 سعر حراري كيلو كامل برغيف ونص عيش كيلو بروكلي اللي طبع عبرك ما هتاكله برغيف ونص عيش طيب يا ترى مفيد مفيد جدا عشان فيه نسبة ماجنيسيوم عالية في نسبة الياف عالية هو فقير شوية في البروتين مش احسن حاجة بالنسبة لنا لتكلم على البروتين لكن الماجنيسيوم والالياف اللي فيه وكمان فيتامين سي يا جماعة فيتامين سي الموجود في 100 جرام بروكلي بس يساوي 150 في المية يعني يا دكتور كده 250 جرام وربع كيلو انت تكمت عليه تقريبا بيتكلم على 300 او 350 في المية من اللي نحتاج اليومي هو كده مش خطر اطلاقا فيتامين سي من الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان مقاومة البرد عشان صحة الجهاز العطبي عشان صحة عشان التأمي الجروح عشان صحة الجلد عشان يزود معانا معدل حر كل ده فيتامين سي جميل فلا بتكلم على الربع كيلو فيهم تقريبا 300 300% أكتر من 300% من نحتاجك اليومي من فيتامين سي 100 جرام بس فيهم تقريبا 140% من نحتاجك اليومي من فيتامين سي يبقى كده ده نبات طبيعي ولا نبات أكثر من طبيعي فول ممتاز تتكلم من فيه فيتامين A وكمان فيتامين B6 B6 يا جماعة من الفيتامينز المهمة جدا للسيدات بالذات يفرق جدا معهم فيه ألم قبل الطمس ألم قبل البريون بيفرق جدا معهم فيه كفاءة الجلد وكفاءة الظوافر وكفاءة الشعر عشان كده نجد فيه أدوية مكتوب لك عليه B6 B9 تمام B6 B9 مهمين جدا للناس اللي بتاخد أي حاجة لشعرها وأي حاجة لجلدها فالبروكلي بيغنيك عن كل ده الفكرة في طريق الطهو إحنا المصريين نموت فيه أي حاجة نظر فيها مفاك لكن فضله نعمة يا رب البروكلي مستعصي على هذا المفاك أحسن حاجة ناكلها في البروكلي شربة البروكلي نضيفه للشربة بتاعتنا هو نفسه في حد ذاته كافي لو نحط مرأة دجاج خضروات أو إحنا نسلقه ونأكله أو نسلقه ونحطه على سلطة كده زودنا القيمة الغذائية للسلطة وقللنا من السعرات اللي دخلها جسمنا ودينا جسمنا حاجة مش باعة لأ وكل أحنا بنتكلم على كيلو بالنسبة لك تعريبا أقل من الغرف نص عيش لأ كل يا فندم بس يا رب تتخلص الكيلو طيب أنا سبت ده يعني مش للآخر لما قبل الآخر شتا يعني عدس وعدس يعني شتا دايما الكوميكس الشهير وأمك تشوف الدنيا برد لا لا برد يبقى نعمل عدس طيب يا ترى هو متعلق بالشتا إطلاقا العدس ده من الحاجات الأكتر من رائعة كوب الميت جرام عدس اللي هو يعتبر طبق متوسط طبق متوسط شوفي الطبق الشكلة جميلة إزاي طبق متوسط أو طبق صغير عدس مش متوسط طبق صغير عدس بتكلم تقريبا عن 120 سعر حراري طبق كبير شوية بتتكلم عن 240 سعر حراري لكنه واحده أين بذاته بمعنى بتكلم ان في نسبة دهون لو في الميت جرام أقل من جرام دهون الميت جرام عدس فيهم تلت جرام دهون كمتخالي النسبة ما فيهوش دهون شيلو في زيرو كوليسترول يعني انسا كوليسترول فيه ألياف ألياف علي جدا فيه بروتين فيه نسبة بروتين فيه أملاح ومعادن فيه أملاح ومعادن طبق ايه ده ده احنا بقى نزودها في العدس مشكلتنا بس الوحيدة لو انتوا عارفين العدس مشكلتوا مع الناس اللي عندها نقرص ان هو ممكن شوية لا هو مش ممكن هو أكيد بيزود عندنا اليوريك أسد لكن ده مش عن طريق اننا أكلوا مرة أكثر في الأسبوع ده لاننا الطريق أزودها وأكلوا أكثر من مرة في الأسبوع سبحان الله ربنا تجعل لكل بيئة عرفة كل ما تروح كل دولة الاكلة المشهورة عندكم مشهورة عندنا كذا مصر مشهورة بالفول مشهورة بالعدس مشهورة بالأكلات بتاعتنا مشهورين بالبصل الأخضر حبتذكر في القرآن الكريم مشهورين بنات الأهرام كان بيأكلوا بصل وتوم طب إيه التكرة في العدس يعني العدس هو حاجة سعارات الحرارية مش عالية قيمتها الغذائية عالية تكلفتها على قد الإيد هو وجبة مش باعة جدا لكن نستخدمه بعقل الناس الليوريك أسد عندها بيعلى هي مرة في الأسبوع شكراً قوي على كده الليوريك أسد عنده ما بيعلىش ممكن يستخدمه مرتين في الأسبوع جنب منه يعني هو كافي يعني هو فيه نسبة نشوياته وبروتينه هو وجبة كافية لأ بس أنا وحضراتك أنا مش هشبع خلاص حضراتك مش هتشبع نزود معاه نص غيف عيش بلدي ويكون حاجة من صغير العيش السن أنا بفضلوش أبداً بس لو سنك صغير وبتجوع كتير خد معاه رغيف عيش سن لو سنك كبير فوق أربعين بلاش عيش السن أبداً لأنه على فكرة مش من أكتر الحاجات الرائعة العيش السن بيقل نصص الكالسيوم فالعيش البلدي أفضل بمراحل طيب إيه تاني حبيبنا في الشتاء الفشار الفشار من الحاجات كويسة جداً لكن مش عاوز أصدمك وقولكو من الفشار سعراته الحرارية مش قليلة الميت جرام فشار تقريباً بيساوي 375 سعر حراري وبوكل يوصل معاك الميت جرام فشار من 400 إلى 500 سعر حراري لو أنتو حاسب فيه زبدة أو زيت كتير كده رقم عالي جداً من رحمة ربنا إن الفشار حاجة من أخصة يمكن طبق صغير أو طبق متوسط حيسوي تقريباً دربع الكمية بنتكلم تقريباً في 100 سعر حراري عشان كده بنتكلم لو طاستي فال سخنيها الأول كويس وحطي عليها نص كوب الفشار بتاعك 50 جرام فشار بس حيطقطق ويبقى زيل فل حطي معلقة زيت وحدة بس في طاستي فال في حالة فال أنا أسف حيطقطق كويس في طرق تانية كتير من الخريك لو سبتي في مية ساعة وبعدين شلتيه من المية حطي في المية كورير حيطقطق برضو الحاجات بقى اللي على الفشار مزودش ملح كتير يا دور طعم محطش بقى طعم كتير لإن ده كل ده كالوري زيت داخل في جسمك الفشار من الحاجات اللي مش مكلفة لكنه برضو في حديد وماجرسيوم في فيتامين بي سيكس لكن الفشار سعرات الحرارية مش قليلة خاصة لو دبيت كمية كبيرة زائد إن أنت عملتك كمية زيوت ودهون كبيرة كده أنت أزيت نفسك لكن لو بكمية دهون وليلة لأ أنا نصيحتي للناس يعني العينين المتبايد معي إزاي فلك أحط قد إيه يا ستي خلينا في الناتج النهائي فلت شربة كبات شربة اللي هي الصغيرة دي ناكل الدهف شار اتعمل خلاص بمعالقة زيت واحدة وكمان ساعة كل واحدة كمان هتشبعوا تيمقى زي الفل لو كانت اللي اتنين دول في مرة كمان فيها هتجوعي الفكرة أنت هتجوع هتجوع اضحك على مخك كل على أكتر من مرة ده بتبقى الحاجات من الحاجات الممتازة وكمان غير إنها بتقلل شهيتك كمان بتخليك تاكل سعرات حرارية أقل وبتعودك إن أي وجبة تاكلها بحجم أقل يبقى كل الوجبة بحجم أقل وكتر من عدد الوجبات طيب من الحاجات بقى المهمة في الشطة المشروبات اللي دخلك من الباب قولي على المشروبات قولي على المشروبات طيب ما في حاجات كويسة جدا اتكلمنا من شوية على ميت حمص الشام اللي هي مكوناتها الرئيسية عبارة عن الكمون والشطة وطبعا عليهم لمون نقطة بقى مهمة اللمون ده بيتحط أمتى؟ بيتحط قبل محركة تناولها مباشرة ميت حمص الشام اللمون بيتكسر فوق درجة حرارة أربعين فاحنا ليه ليه من استفادش منه فممكن يهدى شوية واصر عليه لمون تبعا طيب ميت حمص الشام حاجة كويسة؟ حاجة شوية كويسة جدا وبترفع معدل حرق جدا وبتشعرك بالدفت فبالتبعية مش هتاكل كتير لكن هي مؤزية جدا للناس اللي عندها تراقق في جدارة المعدة أو عندها قرحة أو التهابات في المعدة أو في القولون أو أي مشاكل جاهز هضمي فلازم ناخد بالنا قوي من الموضوع ده فالناس اللي عندها مشاكل كبيرة في القولون بلاش ميت حمص الشام اللي ما عندوش لا يشربها ممكن ياخدها بين الوجبات ممكن ياخدها بعد ما أكل 3-4 ملق حمص ياخد 2 كوب ميت حمص شام أو 3-4 ملق حمص دول ياخد معلقتين كبار وكوب حمص شام وبعد ساعة ساعتين يكرر الموضوع مرة تانية كده أخذ وجبة سعارتها مش عالية في الوقت فيدتها عالية وهدف فيه كويس جدا تاني حاجة طبعا المشهور الرئيسي الجنزبيل أو الزنجبيل الزنجبيل من أشهر الحاجات الرائعة في زيادة معدل حرق بالإضافة لأن هي بتدفي لأنه هو بيزود نسبة سولة الدم وكمان بيخلي عندنا نسبة دوران الدورة الدموية بتدور عندنا بشكل أسرع كأنك بزلت مجهود طبعا مش هقول ده هيخصصك لوحده لكنه طبعا بجانب الضعية مشكلة الجنزبيل برضو في الناس اللي ضغطها بيرتفع الجنزبيل من الحاجات المعروف إنها بتعالي الضغط لو أنت ضغطك كويس أو لو أنت ضغطك واطي أنت راجل يعني أنت رائع خده طبعا أنت ضغطك واطي أنت ممتاز لكن لو أنت ضغطك بيعلى لو أنت ضغطك بيعلى يبقى لا ده ياخد جنزبيل فريش مرة في اليوم لو أنت ضغطك مستقر لأن ناخده بودر مش مشكلة مرة في اليوم لو ضغطك واطي خده اثنين أو ثلاثة أكده ما فيش أي مشكلة خالص بس برضو نخلي بالنا من التهبات المعدة ممكن نضيف حالي حاجات تاني زي ما احنا عارفين ممكن نضيف عليه قرفة نضيف عليه لمون بس لو هنضيف لمون نضيفه لما الكوب نفسه يهدى شوية عشان خاطر اللمون فيتامين سي ما يتكسرش من الحاجات المشهورة جدا معنا الكمون واللمون يتأمل إزاي فيش حاجة اسمها مغلي بيتعمل كشري اللي هو بتحط نص معلقة عليها مية مغلية من الحم بين الكمون معلقة كامون صغيرة عليها مية مغلية يضغطة يهدى حط علي نص اللمونية حطت المكونات وحطت عليهم المية مغلية فيتامين سي أو اللمون الفائدة اللي احنا ناخدها منه يلا راح معاك سلامة احنا مش عاوزين كده عاوزين الفائدة ان احنا ناخد على فكرة الكمون من الحاجات اللي بترفع معدل حرق الجسم وكمان من الحاجات اللي فيها كالسيوم بشكل عالي جدا ومن الحاجات المفيدة للجهاز الهضمي إذا كل الفوائد دي بس ناخده صح بس ناخده صح كمنون اللمون من الحاجات الرقعة ممكن تتشرب لوحدها وانا افضل ذلك بدون اي تحلية او تتحلى بسكر دايت بين الوجبات حاجة حدفي يضاف ان هي حاجة حزود معنا وعدل الحرق طبعا من الحاجات انت ممكن تشرب شيء أخضر ممكن تشرب نعناعة لو تحب انا عناحي بقى مهدئ للجهاز الهضمي لكنه على الفكرة ملوش قيمة غزائية كبيرة ملوش قيمة كبيرة معانا في انقاص الوزن لكنه شوية مهدئ للجهاز الهضمي وبنحتاج الموضوع دا خاصة مع التوتر العصبي ومشاكلناك كتيرة دي كلها طيب عدك قولون والمشاكل الكتيرة دي كلها طبعا عمل ليه انا عاوز اشرب حاجة دفيني جربت الشرب ماي سخنة بجد مش بحضر ماي سخنة بس طبعا الكمون واللمون مش فيش مشكلة بالنسبة لك او ممكن تشيل اللمون لو المعدة عندك تعبنة خلص الكمون بالنسبة لك هيبقى حاجة اكتر مرائعة جربت الشرب ماي سخنة بين الوجبات زي كأنك عامل كوبات شاي مية مغلية وشربها كده واحدة واحدة وتخيل ان هي اي حاجة اشربها كوباتين بين الفطر والغدا وكوباتين بين الغدا والعشا اولا انت كده شربت اربع كوبات مية تقريبا بمعادل من 800 ملي للتر يعني بنتكلم تقريبا على 800 ملي مية يبقى احنا خلصنا حوالي 40% من المية اللي حضرتك بحتاجة تشربها في اليوم جميل شربتها على هيئة ان هي مية سخنة ازيتك في حاجة اطلاقا يا طب يا طرق كانت هترفع معدل حرق جسمي ومزي ما انت بتتخيل اللي برفع معدل حرق جسم المية السععة مش السخنة لكن اولا انت شهيتك للاحاجات السخنة خلاص قلت كتير لان الاربع كوبات دول اكيد هيهدوا نفسك شوية دخلت كمية سوائل صح اي حاجة زي الجنزبيل زي اللون زي اي حاجة دخلت جسمك سخنة اوسعة هي مش مية جسمك مش بتعامل معاها ان هي مية بتعامل معاها ان هو مشروب بيعدي عليك كلا عشان يتنقى جسمك بيعمل عملية عملية حيوية جسمك بيحتاج المية عشان يعمل عملية الحيوية دي لك لما تشبع مية دافية وبس انت كده عملت نفسك جميلة كبيرة جدا قصد منه انت نقصت كمية السوائل اللي بتدخل جسمك لو انت بتشرب شاي وقهوة كتير قادي جميلة رقم اتنين رقم تلاتة انت اخدت جل من المية اللي انت حريك محتاجها رقم اربعة لا جسمك اتدفة بحاجة زيرو سعود حرارية الحاجة اللي فعليا زيرو سعود حرارية على كوكب الارض هي المية وبس فلما تشرب مية دافية انت فت نفسك وفت نفسك بشكل كبير جدا طبعا حريكو مستنيين ضايت الدافيانين انا هسميه رجيم الدافيانين الرجيم اللي فعلا هيساعدك انك تتغلب على برد الشتا وكمان تخص كويس بس الكلام ده مش هنسمعه دلوقتي هبدأ اخد أسئلات حضراتكو والسواء على البيت جا عندي او التلفونات وبعد كده هرجع بيزيلا في اخر الحلقة ولوكم على الرجيم الدافيانين بسم الله طيب من ضمن الأسئلة اللي جات يعني وصلت على البيت جا عندنا الناس اللي عندها فعلا القولون تعملي الناس اللي فعلا عندها مشكلة في القولون تعملي طيب احنا قدوبنا على الموضوع ده فيه أكلات عندنا هتبقى فيها مشكلة وفيه عندنا حاجات كتير هتبقى فيها مشكلة وفيه حاجات هتبقى مناسبة جدا لهم طيب ايه اللي فيه مشكلة وايه المناسب اللي فيه مشكلة زي ما اتكلمنا اي حاجة فيها اشرة جديدة هتبقى مشكلة زي عندنا حمص الشام وزي عندنا ميت حمص الشام دي من الحاجات اللي هيبقى فيها عندنا مشكلة لكن أصاد منه إحنا ممكن ناخد الكمون باللمون ونخف الليمون شوية ده هيبقى عندنا من الحاجات الرائعة البروكلي أكله مش بكمية كبيرة لأ مريح جدا لقولون مش بكمية كبيرة وطبعا لازم تدخل عليه عملية زي الطهوة مثلا أنه إحنا سواء على البخار سواء المسلوق من بقى حاجات كويسة جدا الطهوة على البخار يا جماعة من أكتر الحاجات اللي بتحفظ على القيمة الغذائية للشيء اللي حد ناخده احسن كتير جدا حتى من السلقة من السلقة يا ناسف او من الشاوي معنا هميادك فضالي يا فن اهلا بيك ستكول فضالي يا فن عامل ايه منور الدنيا يا ربنا خليك يا همياد نورك يا فن اعتمان الحلقة تكون فضائك اه بقولك يا دكتور مش عارفة اعمل ايه للضغط يعني عايزة حاجة تخلينا خصة بسرعة بحكم شغلي مش بعرف اقجز عاوزة حاجة تخليكي تخسي بسرعة اه اخسي بسرعة من تعب الضغط اه تعب الضغط عارفة دايما معي دوخة ودمغة تقيل علي هو ايه بشكل شخصي انا شفتها فاني عارف ان هي وزنها من زيادة دايما يا فن الام الضغط لو انت وزنك مش زيادة هتكون يا ام يا ام احنا شلنا حاجة تقيلة جميل فده عمل مشاكل في الضغط يا ام وده الشكل الاغلب من خلال كشفي على نسبة كبيرة جدا من الناس عندنا كمصريين بقى عندنا مشكلة اه عدلات رجلينا وظهرنا ضعيفة عدلات دراعاتنا على الاغلب بتبقى كويسة ليه لو انت قاعد على مكتب بتستخدم دراعاتك ورجليك وظهرك سبتين لو انت قاعد زي حالتي كده دهرك شغال ورجليك مسكة نفسها بس دراعاتك برضو شغالة السيدات اغلب الشغل بتاعهم بدراعاتهم لكن ظهرهم ورجليهم بيشتغلوا بشكل اقل الستة عشان الولادة بيحصل عندها حاجة اسمها hyper lordosis ان الكيرف بتاع الظهر بيزيد شوية وبيرجع مرة تانية فده بيعمل حملة على عدلات الظهر احنا ما بنتخلش حمل عدلات ظهرنا كويسة فبالتباعية دايما مع الوقت عدلات ظهرك اساسا كانت ضعيفة ومع الحملة او غيره هي بتضعف مرة تانية نتيجة انها شالت حمل زيادة فبعد كده الموضوع عليك بيبقى بزيادة قوي تمرين الظهر العادية حاجة اسمها bridging exercise bridging exercise ان حضرتك يا فندم تبقي نايمة على ظهرك ترفعي المقادة من على السرير وتنزلي نطلع فصل قصير ونرجع مع حركة مرة تانية فان شكرا لكم مرة تانية لايف مع روحيم احنا بلعتذر بس اللايف تأخر شوية على البيج بيج الدكتور محمد روحيم على الفيسبوك كان هو الوقت المزيع للناس اللي بتعرفش تدخل معنا مكالمات هاتفية ممكن تسأل على البيج برضو معنا السيدة مهد فضلي يا فندم لا حضرتك يا دكتور أنا بسياتك يا فندم كل سنوة حضرتك صحيح صحة وسلامة استيكل ربنا يبارك يا رب صحيتك أنا ما عنديش أي أسئلة أنا بس حابة تقول لحضرتك ربنا يخليك دايما منغراني بسؤالك وباتصالك استيكل ربنا يخليك يا دكتور ربنا يبارك في حضرتك من الأسئلة يا فندم اللي جات لنا على الصفحة بتاعتنا هو سكر البني سيدة وحب تسأل هو السكر البني أفيد ولا سكر الأبيض بص يا جماعة دايما في قاعدة رئيسية الحاجة تاخدها على أبوها يعني بالبلد دي كده لم يدخل عليه أي عملات صناعية ولا تاخدها بعد التكرير دايما للتكرير ودايما العملات الصناعية لما تدخل بتأثر فيه القيمة الغزائية للشيء فالسكر البني هو سكر غير مكرر في بعض الشوائب عشانيا ما تدي له لون البني الشوائب دي مش أزاك في أي شيء أولا هي مش أزاك في الطعب سعارة الحرية هي عال لكن في الآخر الاتنين سكر إيه دا يا عم انت خدتين يمين معك هيا جبتين الشمال أو في الآخر هما اتنين سكر على فكرة في الآخر الاتنين سعارة الحرية ما بعديش عن بعض كتير المعلقة من السكر البني فيها تقريبا بيتكلم من 18 لـ 20 أو 22 سعر حراري المعلقة من السكر الأبيض المكرر فيها 25 سعر حراري لكن في قيمة غزائية السكر طبعا السكر هو سم أبيض السكر البني في قيمة غزائية أفية شوية فلو كده كده مضطرين ناخد سكر هيكون السكر البني اختيار أفضل من السكر الأبيض هيكون السكر الفواكه بس مش بكيمية كبيرة ومش في الفترات طويلة من برضو الاختيارات المميزة أو نحاول نعود لسنة على طعم الشيء من غير السكر بدا بيكون أفضل بكتير سيدة وفاقية فضالية فنم السلام عليكم وعليكم وسلامة فضالية فنم حضرتك أنا أنا ما عنديش مشكلة اللي عايش بطني بس أنا ميزاني 70 كيلو أنا مش عايز أخذ أنا عملت أربعة قيصرية طولك كامس تكل وسنك قدية فنم 169 سن تمامي فنم والدة أربعة قيصرية أخرهم من إمتى من ست سنين أخرهم من ست سنين طيب بصي فنم حكمنا في الموضوع ده كتير حجب البطن بيحصل عندنا مشكلتين أو ثات مشاكل في عندنا حاجة اسمها ممكن يكون وزني كويس لكن عندي فيزرال فائد زيادة اللي هي الدهون الحشوية باللغة العربية الفصحة أو الدهون اللي حاولين الأعضاء الدخلية الأعضاء الدخلية مش بتسبب الهواء في عندنا أربطة مسكاها وكمان دهون اسمها فيزرال فائد دهون حشوية دي بتبقى كتلتها أكبر من الدهون العادية الموجودة بين العضلة وبين الجل بالإضافة لإن هي بتعمل عندنا بتزق شوية عضل البطن فيباني عندي كرش تاني حاجة بتواجهنا طالما والدة أربع قيصريات هاريكة 40 سنة ربا يديك الصحة فبنتكلم ومعدل كل 3 أو 4 سنين كان فيه ولادة قيصرية وبحقنا معرفتي من الشعب المصري الجميل اللي أنا وحد منهم إن إحنا مجهودنا الرياضي واهتمامنا برياضة هي مش أفضل حالتها فبالتبعية العضلة تبقى ضعيفة يبقى كده أدي مشكلتين الثالثة هي الدهون اللي بين العضلة وبين الجلد لازم نشتغل على الثالث دهوء العضلة تمرينات حضرتك مع كل صلة هنقوم من نقطة حبل 10 دقائق ونعمل تمرينا البطن حوالي 10-15 عدة مع كل صلة يبقى تقريبا كده 95 عدة في اليوم وكل أسبوع نزود العشر عدتي يبقى 15 والـ 15 وصله 20 والـ 20 وصله 25 مش ياخدوا من الديئة واحدة ونقطة حبل 10 دقائق كده اشتغلنا على العضلة باللزمة يفادل حضرتك اللي عمدك ده اسم وزن زيالة أنا مش مشتكية من وزني لكن باشتكلم بطني لكن لو قلتي 4-5 كيلو بس هتبقي perfect هيفرقوا معاك يعني هيفرقوا معنا جدا في نسبة الفيزرالفات إن هي تقل شوية طبعا ما باقي شكل جسمك مضبوط يبقى ده برضو هيبقى كويس معنا حتى لو كان الفيزرالفات عندك في الهيليفل هي بتتقاس درجات ومستويات عندنا من 1 لحد 20 طبعا في ناس كسر العشرين بس الأجهزة القياس الانباضية أخرها عشرين احنا بتتكلم النور مالي 1-9 دايما في العادي اللي بيلاقيه كويس بيلاقيه 8-9 لأن نقللهم لخمسة الموضوع حيبقى أفضل بكتير الدهون اللي بين الجلد وبين العضلة بتحتاج جلسات موضوعية زي الكريو والكافيتاشن والكربوكسي والشكويف لأ أجهزة كتير جدا ده لازم نروح مركز مع دكتور يبدأ يشوف القصة دي مش قادر نروح مركز بشكل رئيسي دلوقتي اتكلمنا على التمرينات اتكلمنا أن احنا نحاول نخص خمسة كيلو جربي معي ده الشيطة اللي هتكلم عليه تخيف رئي جدا معك يا فنم سيدة دعاءة فضالي يا فنم سيدة دعاءة أهلا بيك يا فنم سلام عليكم وعليكم السلام أهلا بحردك لو سمحت أنا رسل رسل دكتور يوسر قال لي عندك تكاوسات على كياب ودهون عندك تكاوسات على مبايد يا فنم اهلا بحردك تمام و ايه تاني انا عايز اعرف ايهلا طيب هو هو ايهلا بحردك يعني فالدكتور قال لي خذتي فأنا عايز اعرف يعني ايهلا بحردك ايهلا بحردك طب وقت حك فاني ملوقفوط التلفزيون وستمعتيني من الموبايل او التلفون هيبقى افضل بكتير استكفالي اهلا بحردك اهلا بحردك ودني اربعة وتمانين كيلو سنك وطولك طب عمتا واضح ان انتصالت القطع بص يا جماعة كلاسات المبايد من المشاكل اللي بتواجه السيدات كترة جدا بتكون عائق لبعض السيدات عن الحمل حتى لو ما كانش ده عائق يعني هو وجدها مش بسبب رئيسي لكنه احد الاسباب ان هو بياخر الحمل او بيمنعه بتفرق جدا معهم في انتظام الدورة الشهرية بتفرق جدا معهم في لخبطة هرمونات جسمهم دايما فيه عمدنا متلازمة هو ان وزن الزيادة والتكايوسات طيب عندك تكايوسات هتخصي الكتب موجود فيها كده يعني طب انا وزني ستين خمسة ستين سبعين المدام هنا وزنها اربعة وتمانين لكن حتى لو وزنك اقل عندك وعندك تكايوسات هتخصي الفكرة ان الدهور لما تبدأ تزيد بتفرز عندنا هرمونات شبيهة بهرمونات النساء فبتأثر عندنا خلل هرموني وده بيزود التكايوسات لتكايوسات ما فيش دواء رئيسي لاخده بالبق لعلاج التكايوسات مش هناخده كده تكايوسات روح مش زي دواء لعلاج البرد مش زي دواء لعلاج التورمات مش زي دواء لعلاج القولون فيش دواء معين لعلاج التكايوسات عشان كده اخد الحاجات اللي فيها متوفورمن متوفورمن ده الاسم العلمي يعني اللي هي انواع كتيرة جدا من عدوية السكر النوع التاني عشان خاطر تزود حسيت الجسم شوية للانسولين فبالتابعية نحاول نقل الكمية الدهون تقليل كمية الدهون في الجسم يساوي علاج افضل التكايوسات ما بقى البطن دايما فيه عندنا ارتباط لسيق بين حجم البطن والتكايوسات لو حجم بطنك قل بتكايوسات بتقل كتير جدا وانتظام الدورة الشهرية بيحصل بشكل افضل بكتير ويألام او بشكل بتحصل مصاحبة لها بتقل كتير فحرك لازم تخسي وزنك بشكل عام وخاصة البطن معنا تصوات الفونية تانية اتفضل اي فنم اتفضل اي فنم السلام عليكم وعليكم السلام معلش انا ممكن اعرف بس انا عندي القدرة دراقية بعد السناتين انا بعالجها بس هي برضو حرق بعيف تمام ليشي فانا جدت ادوية هي نفع معي وكويس وما فيش مشكلة ومخليين شابعينا بس هي الغسل بكلهم فانعايز اعرف السعر الحالين بتاع الغسل واحد كام تمام هتجاوز السعرات اي يا فنم السعر الغسل يعني كم سعر طيب البلاء دب لك كزا بكم سعر بس يا فنم موضوع توقف على عوامل كتير على مجهوده العضلي وعلى وزنه وعلى طوله وعلى سنه نتكلم بشكل عام البرئة دم في شكل طبيعي السيدات لو بنتكلم من 20 ل40 سنة بيحتاجوا تقريبا حوالي من 2400 سعر حراري في اليوم بتكلم على اللي انت بحتاجه مش بتكلم عشان تخذ لا انا عام جي 25 سنة 25 سنة حالك موظفة او حاجة لا انا 25 سنة جميل لو انت مش موظفة مش بتشتغلي بنتكلم من 2000 ل2400 سعر حراري في اليوم ده اللي جسمك محتاجه انا عشان اخذ المفروض بقلل 500 لكن بشكل عام مش بنمشي بالحزبة دي احنا بنبدأ ب1200 سعر حراري يوميا طالما حضرتك مش موظفة يبقى محتاجة تخيخ دي 1200 سعر حراري يوميا الكلام ده بنمشي عليه فترة بعد كده 1200 دول بيحتاجوا ان هم يقلوا ده اللي بنتكلم على رجيم السعرات الحرارية لكن الرجيم مش سعرات حرارية وبس الرجيم كاتيجوري كبير جدا انا اللي استوقفني في كلامك انك اتكلمت انا خدت ادوية وسد شهيتي ده بنرجع للأدوية اللي بتاخد على الريق الصبح اللي بتجيبيها من الفيسبوك او من الانترنت الأدوية دي اغلبها غير مصرح واغلبها مدمر للصحة سد شهيتك عشان بتشتغل على البخ ودي على فكرة مش ميزة دائب كبير جدا فياريت نرجع للحلقات الأدوية اللي اتكلمت عليها قبل كده لو الدوة ده من الأدوية اللي بتشتغل على سد الشهية عن طريق منها بتأثر على مركز الشبع في البخ ده خطر جدا 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 بس انا انا بقول لك ان انا ضعيفة يعني وعايزة يعني حاجة تزود انا مسمعتش السؤال من أول بس مش عايزة بقى ان كمان ايه ان تعمل عند تكيوسات لان انا هنا عندي اساسا تكيوسات لأ طب انا ماليش اسمع سؤال من الأول يا فندم بقول لك ان انا عندي تكيوسات عن مبيض تمام فدلوقتي انا عايزة انزالها وعايزة كمان من ناحية تانية ان انا قزيت شوية طيب خلينا وقعين اي زيادة في الوقت انسيني 28 سنة وطول 165 والوزن الثمانية 45 كيل طيب بصي فندم والاسف يعني حظك سيء ان تكيوسات جات لك مع وزن قليل انسي موضوع ان انا قزيت في الوزن انسي تماما اي زيادة في الوزن حتى عاكس علاج تكيوسات تمام هنا بقى مكر الدكتور بتاعك يلجأ لعلاج جراحة للتكيوسات لان وزنك طبعا استحالة ينزل عن كده انه اكيد اكيد مع ده في عندك ضعف في العضلات لكن اي حاجة تاخديها لزيادة الوزن او هتزود كمية الدهون اللي في الجسم هتأثر على علاجة تكيوسات عندك هي دي نقطة مهمة فيا فندم مبدئيا اهتم الاول بعلاجة تكيوسات باكاين هتم باي حاجة تاني فالتدخل بتاعنا مش حيبها انطرينك تنزلي طبعا مش هينفع 45 كيلو في المرحلة العمرية دي هتخصي ازاي امتيق اساسا جسمك محتاج يزيد 10 كيلو بس مش هينفع لنزود 10 كيلو لان اي زيادة في الوزن او اي زيادة في كتلة دهنية حتى يتبعها لاخبطة اكتر في الهرومينات والزيادة في التكيوسات فهنا دور دكتور النسا وهيبدأ يعمل شوف يا طرح وهي تدخل جراحي او هيكمل بأدوية بس لكن وزنك ما تجيش نحيته اوعي تزيد طب من الاسئلة يا فندم اللي جات لنا على الصفحة السكر الدايت بيعمل دهون على الكبت فعلا ولا لا بصوا جماعة السكر الدايت فيها عندنا الوزنية كتير من السكر الدايت فيها عندنا مادة السكرالوز دي مادة من الحقيقة الأمان جداеть ممكن ت добрغ بها كان فيها عندنا مواد دانيا اللي ظهر عليها كلام كتير جدا لن ماد بسرطينة او غيره لكن هي مسرطينة لما تعدي نسبة معينة ونسبة دي استحالة وصلىها حضرك في اكلك فلكنها ما تنفعش تدخل الفرن لكن ما ينفعش تدخل الفرن لكن فيها عندنا سكر الدايتهين في خ 리�فع الشخص الفرن سكر دهات ما ينفعش سكر الفكهة استخدامه الفترة طويلة واستخدامه في شكل مكثف هو اللي بيرهق الكبد وبيعمل دونه على الكبد مش سكر الدايت اللي احنا بيستخدامه في شكل عادي نصيحتي ليك حضرتك محتاج انك حتى لو بتاخد سكر الدايت ما تاخدش كمية كبيرة ما تعودش لتانك على طعم الحاجة حلو يعني ايه اللي هيفرق؟ هيفرق انك لازم في محارات بطلو حتى الفيتامينز يا جماعة بنحتاج ان احنا كل لو انا باخد جرعة الفيتامين جايب عالبة كافيتات شهور في علام كده ميت اورس او اكتر او ايا كان كل شهر وقف يومين تايتا كل شهر وقف يومين تايتا الا اذا كان عندك دروب جديد لكن لو بتاخده كحاجة دعم الجسمك محتاج توقف كل شهر يومين تايتا ايه الفكرة؟ عشان ميحصلش حاجة اسمها حتى الفيتامينز بالشكل ده اه حتى الفيتامين ما بالك بسكر الدايت طبعا انا في اليوم باستخدم كسين تايتا بس انت كده رجل ممتاز طبعا لا باستخدم خمسة او ستة مفيش مشكلة مفيش درر طب ايه رأيك توقف مرتين في الاسبوع يومين في الاسبوع توقف تستخدمها بسكر الدايت خالص حتى لو مشربتش حاجة في اليومين دول حتى لو شربت حاجة دلعة حتى لو اخدت في يوم منهم سكر طبيعي عشان ما ينفعش طول الوقت اسف تدخل جسمك كميات سكر مصنعة بشكل كبير فاي حاجة في الدنيا بتستخدمهش بشكل متصل لفترات طويلة سكر الدايت تقز الكبد حتى هذه اللحظة مفيش ورقة علمية بتقول كده الكلام كان على سكر الفاركتوز اللي هو سكر الفاكهة لاستخدام لفترة طويلة وبكمية مكسفة استاذة هديري تفضل لي يا فنم هالو هالو استاذة هديري تفضل لي يا فنم ولكن لو سمعت ان اسمي هديري عايزة اعمل مع الدكتورة على الهوى بقى حضرتك انا دكتور محمد محرك يا فنم دكتور محمد انا حضرتك عندي تساعتاشر سنة وفرعي بعد ثلاث شوق تمام الفابروك وعايزة خصة عندي منطقة البطنة وعندي العمس وكلتي وجسمي عالي جدا هوا حضرت طولك كام يا هدير ووزنك كام انا طولي مية وستسين ووزني خمسة وتمانيين طيب يا هدير كالعادة ان احنا دايما بنبدأ متأخر شوية حاولك يا بابا وان شاء الله خلال الفترة دي ممكن نحاول نجيب من خمسة عشرين وثلاثين كيلو او تقريبا بتكلف خمسة عشرين كيلو يعني وزنك يبقى مظبوط جدا انا هقول بروجرام دايت يعني كامل خمس دقايق يعني جهازي بوراء وقلم كده بكتبيه ورايا وعندنا البيتش بتاعتنا على الفيسبوك اسمها دكتور محمد روحيم برضو بينزل عليها البروجرام الزايت اسبوعية وحاجات كتيرة تانية هتفيدك كتير فان شاء الله خمس دايت بس هقولك بروجرام الزايت اللي ممكن يكون خطوة لكن انت بحتاجة خطوات خلي بالك اهم حاجة في الخطوات دي ان احضرتك لو رايبة من اي مركز مش شرط انا خالص اي مركز دكتور جاب منك نحاول نتاجه ليه لان طبعما في اكتر من مكان للسمنة الموضعية عالاغلب بنحتاج نعمل عليهم جلسات العلاج السمنة الموضعية زائد حالك بحتاجة رياضة ساعة كل يوم والرياضة دي بعد اسبوعين حتزدت تبقى ساعة ونص يعني ساعة دلوقتي وكمان اسبوعين حتزدت تبقى ساعة ونص عشان يبدأ جسمك يحرق معانا بشكل اكبر بكتير ولصيح تليكي الرياضة دي تبقى رأس شرقي رأس زومبا يعني اللي يجبك اعمليه والله يتعرف تعملي تروح يعملي مفيش مشكلة الماشي اعتبريه مجهود يومي بمعنى نزلين عاوزين تجيب حاجة من تحت يا جماعة ننزل جبها لكم امك تروح فاركة لبشابك كده تقول لك نزلين كده هديرها تهملي واحدة واحدة من تحت تبقى ستة محترمة وتجيبينهم واحدة واحدة عاوزين نجيب بجنيه عيش تزلين جيبينهم عشرة جنيه عيش ننزلين تجيبهم رغيف رغيف مفيش مشكلة زائد حنرق الساعة كل يوم شرقي زومبا ايا كان زائد ان احنا كمان في اسبعيل هنخليهم ساعة ونصف ده بالنسبة للرياضة وده ركن اساسي زائد بركن الماضيات هنقول له كمان خمس دايق بياذن الله معنا تليفون يا جماعة استيزة فاطمة الفضالي يا فنم استيزة فاطمة الفضالي واضحنا فخدنا التليفون طيب برضو نرجع للبيتش بعمدنا كان فيه حد استيزة ملك حالك ما تبع معايا من زمان خاصت على صحيح 14 كيلو استبرة ربنا يا عزيك رب هلمشي على الرجيم متقطع وده ريحني بس خايفة لما رجع اكل عدد وجبات عادي ادخن تاني طيب بص يا جماعة الصيام المتقطع ان شاء الله هنمع عليه حلقة كبيرة وحلقة كاملة الصيام المتقطع هو مرتبط باسلوب حياة يعني هو مش نظام الرجيم في حد ذاته بمعنى احنا بناكل فوقته معين وبنصوم باقي الى 24 ساعة الوقت ده بيكون بنبدأ بعض الناس ممكن نبدأ مع عامل 10 ساعات مش لازم 8 على فكرة وبعد ينزل 8 بعض الناس ممكن تصوم معهم 6 بعض الاراق بتقوموا كنتعمل اقل من 6 انا نصيحت لك ابدا اقل من 6 صعب جدا اقل من 6 بقى بندخل في مراحل سيئة هتطاري تكسرها وترجع تزيد فهو اسلوب حياة في خلال الـ 8 ساعات او 6 ساعات او 7 ساعات اللي حضرتك هتاكل فيهم انت بتعمل برنامج دايت فحضرتك مش بتعمليك هستب في حياتك لأ هنفوض حضرتك دا يبقى طب خايفة لما ترجع دينا بوز منك ما ترجعيش تاكل براحتنا وعدد وجبات اكتر وهكذا لأ ممكن هسترجعي تاكل خلال بدأت بدأت تطبقى يأكل 8 ساعات ااكل 9 او 10 ساعات ويبقى دا برضو اسلوب حياتي ان انا مسلا بيسرين بابدأ 10 صبح اخلص يومي على الساعة 8 مساء ومن 8 مساء لحتى 10 صبح باكلش حاجة غير مشاريب غير سكرية دا كده يبقى اسلوب كويس لكن في شكل مبدأي 8 ساعات هلتزمين فيهم بالضعيط اوستاذ هيند تفضلي فنم هلو هلتزمين في المعارض عليكم ساهم اتفضلي فنم اشترح كان وزن اربعة وستين كيلو اربعة وستين تمام او واول محطة يعني لما تجوزته بقيت حامل نزلت عشرة كيلو نزلتي في الحمل او في الحمل تمام يفن وبعد كده نزلتي بقيت خمسين كيلو تمام وانا بقيت حالة في الساعة ووصلت بالعسل لحد ساعة وخمسين سابعة وخمسين انيميا اخبارها ايه يا فنم اه الانيميا اخبارها ايه اه كانت مزبوطة لحد الشهر الثاني وفي التاسع بقيت التاسع على التمانية بالضبط فاحنا دلوقتي يا فنم اهم حاجة بالنسبة لك مش موضوع ان احنا نزيل في الوزنة او ما زيتش ان احنا نعالج المشكلة الرأسية له الانيميا فالوصفة دي مهمة جدا لسيادتك الوصفة دي عبارة عن ايه ان احنا هنجيب بنجرايا كبيرة ونسلقها من الليل الصبح بنجرايا يا فنم بنجرايا اه تسجلي ورايا كده بنجرايا كبيرة هنسلقها من الليل طبعا الصبح هنجيب رومانيا كاملة مع بنجرايا مع 200 ملي عصير برطقان بدون سكر ومعاهم نصف لامونية ونضربوا في الخلاط ده يتاخد الصبح ده اول حاجة حاركت شامي مية وبعدين تاخدي الخليط ده بالنسبة للغدا لازم نتكلم على كمية جرجير كبيرة واتقطع فيه بنجرايا تانية لان البنجر هيبقى مهمة جدا بالنسبة لك طيب يفضل تاخدي حاجة اسمها سبرلينا السبرلينا دي فيها نسبة حديد عالية فيها بورتينات عالية وفي نفس الوقت سعرات الحرية قليلة فهتبقى مفيدة بالنسبة لك لازم نشوف مصدر نجيب منه كبدة كويسة كلمة كبدة ما حد عنده انيما مشهورة بس حديدك لو المصدر مش كويس يعني اتجمدت وتفكت وتجمدت وتفكت بقى هنا فيها مشكلة وفقدت قناتها الغذائية حظريك بتطبخيها في نص ساعة فقدت قيمتها الغذائية للمرة رقم اتنين فلازم نشوف حد جزار نعرفه الحاجة تبقى صبحة لسه ماتبوحة يعني وتتعامل مكعبات صغيرة وتشم النار فعليا بمعنى 30 ثانية على النار لما تقطع مكعبات صغيرة و30 ثانية على النار هتستوي وحتحتفظ معنا بقيمتها الغذائية يبقى أخذة بنجراية في الصلطة بتاعة الغداء أخذنا بنجر رمان عصير برطقان نص لامونية في الفطار أخذنا كبدأ في الغداء كبدأ ممكن نكون لها يوم آه يوم لأ هنحاول نرفع المجلبين بقدر الإمكان وطبعا دكتور النساء مع سيادتك لو يعني لازم تاخدي حقا حديد قبل ما تخش الولادة داليكي وللطفل يفنم وبعد ما تقول لي دي بقى كل حاجة سهلة بإذن الله طيب معنا تصل تلفوني تفضلي يفنم أوكي طيب واضح أن احنا قربنا خلاص على نهاية الحلقة والله بحب أعود هما بيجي بانتزعوني انتزاعا من على هذا المنبر وأنا ديما بحابة أعود مع حضراتكم طيب بالنسبة لنا النقطة المهمة أنتوا عاديين بستنين الضايت يعني أنا عارف أنه بزعل بتوش مستنيني ومستنيني الضايت ضايت الشتاء أو الضايت بتاع الناس الدفيانة الضايت اللي هيكسر معنا هذا الجو عبارة عن إيه احنا تكلمنا عن رياضة وبالنسبة للهدير تقريبا كان فراحة قريب تركز معايا قوي طيب هنحاول نبدأ بدري الفطار بتاعنا 12-12 الصبح ولو بدري عن كده مش وش كده البليلة من الحاجات الكويسة خمس معالق بليلة مع نص كوب لبن خالي الدسم زائد لازم عليه معلقة قرفة صغيرة أو اثنين زائد معلقة عسل لحل لبن خالي الدسم خمس معالق بليلة معلقتين قرفة مية معلقة عسل لحل ده الفطار بتاعنا بين الفطار والغدا هنشرب ميت حمص شام قلنا اللمون وده مهم جدا بتحط لما كوباتها ده شوية بتبقى السخنة قوي غدانا تقريبا بيكون تقريبا ساعة أربعة طبعا المياه وساطة بنسبلنا شيء مهم جدا ياريك الساطة عليها حاجة حمية يعني فلفل حامي رشة شطة خفيفة خفيفة مش شديدة غدانا حيبقى برده عمد شربة عسل أو شربة بروكلي أو شربة كرومب ولو معدي تعبانة هاخد فراخ لكن شربة عسل شربة بروكلي شربة كرومب من غير نشويات او اخد فراخ من غير نشويات لان الضيط ده هيخسستك كتير وهيديك الدفع بين الغدا والعشا هناخد لسبورلينا كوب سبرلينا على مياه دافية هادية فترة ونحط عليه نصف لمونية ورشة قرفة ليه انت بتتكلم في السبرلينا عشان تدينا طاقة عالية جدا وحديد وسعرات قليلة واخدنا الفايدة الكاملة العشا بتاعنا هيبقى مع اما فشار طبق صغير او حمص شام قمنا كوباتين كل كوباية فيها معلقتين كبار حمص شام او ناخد زبادي عليه رشة قرفة عليه معلقة سبرلينا ضايت ده ضايت الدافينين انسى ان انت حضرك تكون بردان ذايت فاعدني بس نريد تعمل ريوضة نصف ساعة بالفتر والغداء نصف ساعة بالغداء والعشاء ولو عملت يا سيدي حتى ربع جريت في مكانك بس انت خدمتين كتير لان ده حيجري معنا الدورة ده مية وانسى خلص شعور البرد الضايدة غير له هيدافيك هتخلص كتير ودهون بس مش حاجة تانية يعني لا عضلة ولا مية مفيدة طبعا المية لو زيادة عن جسمك اكيد هتنزل وده الشيء احنا محتاجينه سعيد جدا بوجودة معاكم اتشرفت بوجودة خلال الساعة دي كان معاكم محمد رحيم ان شاء الله اشوفكم بازل الله الاسبوع القادم اشتركوا في القناة